السلام عليكم ورحمة الله قد عتب علي بعض الأحبة أنني تناولت الشيخ محمد أدده بالنقد هناك آخرون شكروني على انتقادي للشيخ لماذا؟ هل عندنا فائض من الوقت ونريد أن نملأه بتعقب المشايخ؟ لا والله لكن ولكن تكررت مواقفه التي تتطلب النقد منها ثناؤه على المخالفين للسنة وإدخالهم في السنة مثلا يقول وإذا ذكر أهل السنة فالمراد بهم الأشاعرة والماترودية لك يا حضرة الشيخ لماذا ما خطر بذلك منذ البداية أن تقول مثلا إذا ذكر أئمة أهل السنة فإمامهم أحمد بن حنبل إذا أردت أن تعرف طريقة أهل السنة فعليك بأحمد بن حنبل من سلفك يا ددو في هذا القول إن قلته أبو الحسن الأشعري الذي قال كما اعترف به السك في طبقاته طبقات الشافعية أن أبو الحسن الأشعري قال عقيدتي عقيدة الإمام المبجل أحمد بن حنبل لماذا أنا أعزل أن أتمنى يعني ليتني ولو مرة واحدة أسمع مثلا أن الددو أو غيره من الأشاعر مثلا يقولون وإذا أردت أن تلزم طريقة وعقيدة أهل السنة فعليك بأحمد بن حنبل ما رأيت في خلال أربعين سنة من بحوثي ومتابعاتي ودراساتي ما رأيت واحدا من الأشاعرتي يقول هذا الكلام أبدا طيح إذا كان المذهب الأشعري هو مذهب للسنة لماذا تاب منه كبار الأشاعرة سؤال مهم جدا الجويني تاب الرازي تاب الغزالي تاب وهؤلاء أساطين المذهب الأشعري كلهم تركوه سؤال مهم جدا فإذا كان هذا مذهب للسنة لماذا تركوه لماذا قال الجويني كما نقله الحافظ من الحجر يا ليتني لم أشتغل بعلم الكلام يا ليتني وكذلك في لسان الميزان قال الحافظ أن الرازية أوصى بوصية قبل موته تدل على أنه حسن اعتقاده طيب على أي عقيدة كان قبل أن يموت هل كان معتزليا لا كان أشعريا فلماذا لماذا تغش الناس يا شيخ محمد الددو لماذا غش الناس تريد أن تستحوذ على طبقة الجماهير حتى لا ينزل مثلا العشر ملايين إلى تسع ملايين لماذا ترقع وترفلف وسوف نبين بالتفاصيل وإن كنا لا نريد أن نفصل كثيرا والله سوف نبين نأخذ عدة نماذج من أقوالك ونعرضها وإذا كان عندك من رد علي فتفضل أهلا وسهلا بك صدري إن شاء الله واسع لأي نقد توجهه إلي جاية طيب مثلا ذكر له أن الشيخ محمد إبراهيم منع تدريس علم المنطق الآن يريد أن يوهم الناس أن المنطق غير علم الكلام لكن المنطق وما يسمونه بعلم الكلام قبس من الفلسفة ولذلك ألف السيوطي كتابا بعنوان صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام وانتقد علم الكلام واعتبره شيئا واحدا مع المنطق سؤل هل الاشتغال بعلم الكلام يخرج من أهل السنة؟ قال لا وهذه حقيقة مخالفة صريحة لما أجمع عليه أئمة أهل السنة قاطبة كالشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة وكثيرين كلهم صرحوا بتحريم علم الكلام بل وللمقدسي ابن قدامى رسالة حققتها أنا منذ حوالي ثلاثين سنة بعنوان تحريم علم الكلام كيف يا شيخ دادو تقول لا ليس بدعة ثم زعم أن أكثر أهل السنة أشتغلوا بعلم الكلام والله هذا كلام لا يقبل يعني لو قاله جاهل أو متمذهب يعني ها ممكن يطنش عنه لكن أنت الذي تقول ذلك ولا يخفاك موقف الآئمة من علم الكلام حتى إن النووية قال وقد بالغ شيخنا الشافعي بالغ في تحريم علم الكلام وأفتى بضرب من يطعطاه أين أنت من الشافعي صحيح أن لك سمتا لكن لن يجعلنا هذا السمت نتجاهل أو نلغي كل ما قاله العلماء تمسكا بحضرتك وبسمت حضرتك هذا غش وتناقض ومن قبل برأت ساحة علم الكلام بفصله عن المنطق أنت تبرئ ساحة علم الكلام الآن وتبرر الاشتغال به هذا ليس موقف أهل السنة كما أنه ليس من منهج أهل السنة توزيع البصاق على المجلس وعلى الحاضرين لو فعله أناس جهال لقلنا معذولنا بجهلهم لكن رجل مثلك يقر هذه الفعلة الشنيعة لماذا يوزع شيخك بصاقه عليك وعلى الحاضرين اضمن لي أنه من أهل الجنة قبل ذلك ربما يوزع عليكم بصاقا وهو من أهل النار ما أدرك هذا التعامل مع المشيخ بالطريقة الصوفية هو حقيقة إثبات عملي بأنه من أهل الجنة ثم لما سأله المذيع عن مقولة أن من اشتغل بعلم الكلام فيعتبر من أهل البدع والأهواء قال لا هذا غير صحيح ووالله هذا كذب على الأمة كلهم قالوا بأن من اتبع علم الكلام ونشره وعلمه فهذا يعتبر من أهل الأهواء والبدع إذن قال هذا غير صحيح لأن أهل السنة ناظروا في علم الكلام يعي دافعوا عن الدين والله لسه أنا فقط من يقول ذلك حتى الغزالي يقول أن علم الكلام تسبب في إراقة الدماء وفي تفريقة المسلمين وفي التكفير بل هو عانى من طائفة الأشاعر المكفرة بل وقد أكد ذلك الحافظ بالحجر أيضا في كتابه فتح الباري وصرح بأن أهل الكلام المتكلمين كفروا العوام لأنهم لم يتعرفوا على الله من خلال قواعد علم كلامهم أنت ناصح أم غاش فلو قيل أنه بقصد حسن وبنية حسنة أدخل علم الكلام من أجل أن يستخدم للدفاع عن الدين كما زعمت فالحقيقة التي آل إليها كما اعترف الغزالي أنها صارت سبباً أن علم الكلام صار سبباً في تفرقة المسلمين وفي حقدهم على بعضهم البعض وفي كراهيتهم واتهامهم للآخرين بالتجسيم والتشبيه والحد والجهة إلى غير ذلك حتى إن من يقول أن الله في السماء كما قال الله عز وجل يسمونه بالجهوي حتى إن القشيري لما تبرأ وخالف الاعتقاد بأن الله في السماء قال أسلمت اعتبرت نفسي اعتبرت نفسي أني أسلمت إسلاماً جديداً كما في الرسالة القشيرية معنات أن اعتقاد أن الله في السماء كفر هذا القشيري يعتبر من كبار الأشاعر يقول لما نفيت الجهة عن الله عز وجل اعتبرت نفسي أني أسلمت إسلاماً جديداً معناها تكفير من يقول أن الله في السماء وأول من يكفر من؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لأنه لما سأل الجاري أين الله قالت في السماء مش أشارت يا ددو قال لصاحبها اعتقها فإنها مؤينة وماذا تقول في كتاب وماذا تقول في كتاب إلجام العوام عن علم الكلام للغزالي الذي الذي ألفه قبل أربعة عشر يوماً قبل موته وصرح فيه أن عقيدة السلف هي الاعتقاد الحق وأن كل ما خالفه عقيدة السلف هو بدعة وأنت تقول لا سنة هذا تلبيس وتدليس وغش للناس بل زاد غلواً فقال أن كل ما اقتضى منا الرد على المخالفين فهو واجب يعني الآن أدخل علم الكلام في الواجب وقد قالوا أن علم الكلام أدخل على الدين لمحاججة الكفار وأدخالهم في الإسلام والله هو اليوم عبارة عن خنجر يطعن العلماء وأهل السنة ويسبهم ويتسبب في تفرقة الأمة الغزالي الآن يقول نصيحة لكم أن لا تجربوا علم الكلام فقد جربته ولم يشفني من مرض الذي كنت أعاني منه بل قواعده متهافتة متناقضة مشرفة على التوازل بكل شبهة ثم فضل العوام على المتكلمين كما في كتابه إحياء رم الدين مجلد الأول صفحة 95 يقول قس عقيدة العام بعقيدة المتكلم تجد أن عقيدة العام كالطوض الشامخ وأن عقيدة المتكلم كالشجرة تفيئها الرياح يمنة وإسرة هذا كلام الغزالي يعطيكم التجربة يقول لم أرى فيه ما يشف العليل ثم تأتي وتقول لا 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 غير صحيح هذه من كيسك غير صحيح أما ما ثبت عن الآئمة الأربعة كما في كتاب مناقب الشافع للبيهقي وغيره كلهم أطبقوا على تحريم علم الكلام وقد اعترف النووي بذلك اعترف النووي بأن الشافعية قد بالغ وشدد في تحريم علم الكلام ثم تقول أنت لا 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 هذه من كيسك وأنت مخالف بذلك لكبار الآئمة والعلماء بل قد صرح ابن حجر بأن علم الكلام أدى بأصحابه إلى الشكوك بل وإلى الإلحاد هذا هو فقه اللفلفة والترقيع لاستقطاب الجميع للمحافظة على القاعدة العامة هذا لا يصلح ولذلك النبي أثنى على القلة القليلة ووصفهم بالغرباء الذين يستمسكون بالسنة في حين يخالفها الآخرون فأنا كنت أتمنى لو أنك تكون فعلا قدوة للناس فتؤثر عليهم وتحثهم على اتباع السنة مش على تبرير ما أورثوه الآن نأتي إلى التصوف سئلة أددوا عن التصوف فقال يعني التربية هي قسم من أقسام الدين وهو الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك ترى لماذا أجاب بهذا مباشرة لأنه يرى أن التصوف طريقة سلوكية ترفع الإنسان إلى أعلى مراقي ومنازل العبادة لماذا ذكر الإحسان عندما سئل عن التصوف لكنه قال بعد ذلك لكن التصوف بمعنى الطرقية ليس له ضرورة يعني هو مقبول لكن مش ضروري يعني مش تحب أو على الأقل مباح إذا أردنا أن نحسن الظن به الشيء مش معقول يعني فيما قال أنا لست ضد التصوف ولا مع التصوف ليس ضد وليس مع ما رأيك لأنه قول لو أتاني رجوع يقول أنا لست مع النبي ولست ضد النبي أنا لست مع الإسلام ولست ضد الإسلام ماذا تعتبره مسلم ثم يقول وكان الناس يظنون أنني لست وكان الناس يظنون أنني ضد الطرق الصوفية وأنني أسعى في هدمها وأقيمت علي دعوة في السجن أنني أعتبر أن التصوف باطل وأنا المذهب الأشعري باطل قال طبعا ثم صرح يعني أنه هذا ليس صحيح ورد على القضاة الذين كانوا يحقق هنا معه ثم قال وموقفي من التصوف موقف لبيد بن ربيع على عامري حين قال أنكرت باطلها وبؤت بحقها يعني هو الآن أوهم أن لبيد بن ربيع على عامري أنه تكلم عن التصوف هو يتكلم بكلام عام وأخذ منه الددو هذه العبارات ليجعلها موقفا له من التصوف بعدين لبيد بن ربيع على عامري لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة وحين لقيه ترك الشعر يعني هذا الديوان المسمى بديوان لبيد بن ربيع على عامري الذي اختبس النبي صلى الله عليه وسلم مقولة له ألا كل شيء ما خل الله باطله بس هذه أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها لكن لما أسلم وكان من الطلق لما أسلم لبيد ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة ثم هذه الدووين يعني لا يتشبث بها فقد أدخل فيها وأقحم فيها أشياء كثيرة فلا قيمة لها ولم تثبت يعني وهي ليست حكما أو قاضيا أو فاصلا أو فصلا بين المختلفين لا قيمة لها هو التصوف مليء بالشركيات والبدع والاستغاثة بالموتى والخرافات التي نفرت الناس من الدين وشوهت الإسلام في أعلم ناظريه من الكفار أمبروا وهم يستغيثون بالموتى في محمد بهاء الدين نقشبا والرفاعي وغير ذلك وحتى الشيخ الددو لما سئل عن التوسل استدل بحديث الأعمى ثم شهد بضعف سنده لكنه قال بعد ذلك ممكن النسان يعمله مرة مرتين لكن المداومة عليه لا تجوز قبل قليل أنت قلت أنه لم يصح عن السلف الصالح هذا النوع من التوسل وحديث الأعمى فيه منادات للرسول يا رسول الله نتوجهت إليك هذا لا يجوز بعد موته عليه الصلاة والسلام هذا شرك ثم تقول أنكرت باطلها وبقت بحقها فالتصوف ليس كلمة عربية أصلا لا يقال عن الذئب متصوف لأن عليه صوف ولا يقال عن الرجل متصوف لأنه لبس الصوف طيب النبي صلى الله عليه وسلم لبس الصوف ثم لما رأى تغيرا لرائحة جسمه بسببه ألقى به فهل كل من لبس الصوف يسمى متصوفا هل هذا رمز ديني التسمي بالتصوف وإذا قيل لنا خلاص أنكر باطلها وأقر بحقها أقول لا لأنه يلزم من ذلك أن نقر بحق بالحق الذي عنده المعتزلة بالحق الذي عنده الشيعة بالحق الذي عنده الزيدية بالحق الذي عنده كل ملد الباطل ثم ننكر باطلها نبوء بحقها وننكر باطلها طيب التسمية التي ينضوي تحتها آلاف الفرق التصوف مظلة ينضوي تحتها آلاف الفرق فهل نقبل بها أليس هذا مدعاة للاختلاف نموذج آخر من فقه اللفلفة عند هذا الشيخ سئل عن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة فتكلّى بكلام كثير أعترف أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها كان يضع يده لكن والله ما أعلم هل ذكر هل ذكر ذلك أم لا الذي أذكره الآن أنه قال فلان تابعي وقد رؤيا وهو يصلي وهو مسلم فلان كذا ومالك قيل له وفلان قيل له وين قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام فضل أنظر أنظر في صحيح البخاري عن سهل ابن سعد قال كان الناس يؤمرون أمر والأمر يفيده ماذا يا حضرة الأصول الوجوب كانوا يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة البخاري حديث رقم 740 ثم قال بعضهم في شرحه وتعليقه على الرواية هذه قال هذا له حكم الرفع يعني يؤمرون هذا له حكم الرفع بمعنى أن هذا مشروع من عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي أمر بذلك فأقول بل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه هو مأمور بذلك أمره الله فقال إنا معشر الأنبياء أمرنا إلى خلي إلى خلي إلى خلي وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة هذه اللواة فيها شيء من الضعف فيها طلحة ابن عمر لكنها تعضد ولها شواهد ترتقي بها إلى درجة الحسن فالرواية في أقل التقادير رواية حسنة وليس الضعيفة وحكى ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته واضعا اليد اليسرى على اليمنى بل وروا ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه واضعا يده اليسرى على اليد اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى وهذه وهذه رواية حسنة الإسناد كما بيّن ذلك الحافظة بالحجر في فتح البال المجلد الثاني صفحة 124 وكذلك حديث وائل بن حجر أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى وكذلك أبو الدرداء قال ثلاثا من أخلاق النبوة تعجيل الإفطار تأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة وهذه رواية رواها الطبراني في الكبير في المرجع الكبير موقوفا على أبي الدرداء وهذا الوقف صحيح الإسناد كما ذكر الشيخ الألباني إذن وهذا له حكم الرفع طبعا فلولا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي يقول عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مسدلا يديه دون أن يضعهما على صدره اليمين فوق الشمال لم يثبت عنه في حديث صحيح أنه فعل ذلك كان دائما يضع يده اليمنى على اليسرى لكن ماذا قال الددو قال في مذهب مالك أن هذا كذا كذا والمهم لفرف القضية وأبقى خطوة الرجعة نحو المالكية المالكيين أبقى خط الرجعة معهم سير سير كلا على حس ما يريد أنا لا أحب هذا قل كلمة الحق والعلم قال الله قال الرسول مش العلم قال التابعي دون الرسول أو فيما خالف الرسول استردام ذاهب والأنك من ذلك أني رأيت له موقفين أحدهما وهو عند السيارة ويتكلم مع شيخ الطريقة التيجانية وفجأة بسق بسق رئيس الطريقة التيجانية في يدي الددو وعلى رأسه عدة مرات تفل على يديه وعلى رأسه سئل الددو عن ذلك فقال كان يقرأ الفاتحة طيب هناك موقف آخر رأيت وهو موجود عندي يتكلم بطريقة فضة زعيم الطريقة التيجانية وتبين على أنه لا يمت لا إلى العلم ولا العلماء ولا أبدا بأي صلة جاهل وفجأة وهو يتكلم هكذا لا يقرأ الفاتحة وهو يتكلم صار يبسق على وبسق على أولهم وهو الددو كان عنده فتبرير الددو أنا أعتبره أنه تقية للأسف تقية فهذه نماذج صغيرة أنا لا أريد أن أوسع الرد لكن حقيقة هذا الفقه الذي يطرحه وهذه الطريقة التي يطرحه هذا الشيخ حقيقة تسمى عندي بفقه اللفلفة وتدليس على الناس يبين لهم الحق قل لهم كما قال أمة الإسلام ولم يشعروا بأي حرج من ذلك أن الاشتغال بعلم الكلام حرام لماذا لا تقولها لماذا لا تخرج من فمك والأنك أيضا من ذلك لما ذكر حديث الجارية قال فأشارت الخرساء إلى السماء من أين لك هذا رواية مسلم الصريحة أنها قالت في السماء وبعض الأشاعر المحرفين على خطى اليهود يقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله بمعنى ماذا تعتقدين بعظمة الله وعلو شأنه وقدره فأجابت الجارية عظيم القدر جدا شوفوا التحريف السمج والملزم بالإنزامات الشنيعة وإليكم واحدا منها ولا أطيل إذا كان معنا قول الجارية أين الله فقالت في السماء بمعنى عظيم القدر جدا إذن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عظيم القدر إلا الجارية ألزمكم لماذا لأن لأنها أثبتت أن الله في السماء بمعنى عظيم القدر ولم ولم تنسب ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ولم تصف النبي بأنه في السماء لماذا لم تقل أن الله في السماء على معنى أنه عظيم القدر جدا فيلزمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عظيم القدر عند الأشاعر ذوقوا فتنتكم ذوقوا فتنتكم تفتنون الناس بأباطلكم ذوقوا لوازم كلامكم الفاسد وفي هذا كفائة المهم أنه لما ذكر حديث الجارية قال نعم حديث الجارية ثابت ويفيد علو الله ثم تكلم عن الجهة وتكلم عن لوازم الجهة يعني نحن نثبت جهة لله أثبتها هو لنفسه والله لو ما أثبتها هو لنفسه ما أثبتناها وهي أن الله في السماء أن الله في السماء فوق عرشه بل واعتبر أبو حسن الأشعري أن هذا الاعتقاد أن الله على عرشه فوق سماواته دون أرضه أن هذا ما أطبقت عليه الأمة ما أطبق عليه علماء الأمة كلهم أن الله في العلو لكن لم يتسنني أن أسأل حضرته ماذا تقصد بالعلو لأن من يثبتون العلو وهم الأشاعر يجعلون العلو علوان علوان روحيا منزليا لا علوان حقيقيا وهذا باطل أيضا تدليس في تلويس كن صريحا بهذا توقيعهم في الفتنة والسلام عليكم ورحمة الله